بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبت بريب 3 هنتكلم النهاردة في يونت جديدة خالص عن حكتين اللايت بيعملهم اتكلمنا عنهم السنة اللي فاتت وهم اللايت ريفليكشن واللايت ريفليكشن بس هنتكلم عنهم بطريقة مختلفة شوية ما تنسوش لو دي اول مرة تشوفوا القناة ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة واتبعونا على التليجرام والفيسبوك الجروب والبيج هسيب لكم لينكات بتاعهم في الديسكريبشن بوكس صندوق الوصف تحت الفيديو لشان في اخر كل الليسون زي ما متعودين هينزل باذن الله بيدي اف للليسون كله واهم الاسئلة اللي فيه وياريت لو استفدتم من الشرح والدرس بقى اسهل بالنسبة لكم تعملوا نشر القناة ما بين اصحابكم وحبيبكم وياريت بقى لو فرحتوني بلايك وكومنت على الفيديو علشان نرفع الفيديو والناس كلها تشوف الفيديو وتعرف القناة يلا بينا نبدأ كلامنا في اول لسون من يونت 2 يونت 2 زي ما اتفقنا بتتكلم في حدوتها مختلفة خالص عن السبيد والفي العسطي والأكسلاريشن والحاجات بتاعت يونت 1 دي دي بتتكلم عن حاجتين مهمين قوي لللايت ودول اللي كنا درسناهم السنة اللي فاتت اللايت ريفليكشن واللايت ريفريكشن وفهمنا ان الفرق ما بينهم ان في الريفليكشن ده اللايت حصله ريتورن باك في نفس الميديا اما في الريفليكشن كان اللايت باس لميديا تاني وحصله تشينج في الريكشن اهو احنا النهاردة بقى حنأكد على معلومة اللايت ريفليكشن دي ونشوف حاجات حوالينا تقدر تعمل اللايت ريفليكشن دي وهي الميرور كلامنا في لسون النهاردة عن الميرورز والطايبس بتاعتها وكمان حنشوف طايبس الميرور دي كل واحدة فيها ليها حدوتها معينة وكل واحدة ليها بتديني image ببروبرتز معينة نفتكر تاني يعني ايه لايت ريفليكشن دا كان في نومنا بتحصل مش انا اللي عملاها دا هي مخلوقة كده ربنا خلقها كده يحصل فيها ان اللايت return back او bouncing off بس بشرط في السيم ميديا يعني اللايت راح في الair ورجعلي في الair راح في الووتر ورجعلي في الووتر عمل كده ازاي راح ورجع ليه لانه strike او fall on a reflecting surface زي ما كنا بنحكي السنة اللي فاتت كده ونقول لو مسكت الكورة كده ورمتها في الملعب الكورة دي هتروح ومش هترجع امتى الكورة تروح وترجع لو خبطت في حيطة حيطة بقى اول اول ادواقف خبطت في رجله اهي دي الحدود نفس الفكرة اللايت علشان يعمل returning back علشان يروح ويرجع تاني يعني يحصل له reflection محتاج reflecting surface كلامنا النهاردة مين لي عن reflecting surface دي تعالوا نفتكر الاول ان انا كان عندي حدودة بتاعة نفس الحدودة بتاعة السنة اللي فاتت بنفس كنا علشان نفس اللايت قلنا تخيل ادي plan mirror اهي ادي الميرور بتاعتنا العادية اهي وانا حقف بالكشاف وخلي يدخل كده على الميرور وكنا بنقول ان حرسم اللايت اللي داخل ده بstraight line فاللاين اللي مرسوم قدامك ده ده عبارة عن الانسدنت light ray وكنا بنقول ان اللايت ري ده حيخبط في الميرور ويحصل ريفليكشن واللايت ري ده 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 الرفليكتد لايت ري وتخيلنا ان فيه لاين مش حقيقي انا رسمته سميته the normal وده بربنديكلر على الميرور لقيت اتعمالي two angle angle ما بين النورمل ده وما بين الانسدنت light ray فسميتها angle of incidence وانجل تانية ما بين النورمل برضو وما بين الرفليكتد لايت ري فسميتها الانجل of reflection احنا اول ديفنيشن عندنا هما five ديفنيشن دول سهلين جدا ما فيهم ش حاجة الانسدنت light ray كالعادة ببدأ بآخر كلمتين the light ray fall on the reflecting surface اخوه بقى the light ray برضو bounce مش عاكبني يميز كلمة bounce reflected from the reflecting surface ده ال light ray اللي وقع على reflecting surface وده ال light ray اللي return back أو bounces أو حتى reflected من reflecting surface طيب والtwo angles نفس الحدودة دي الانجل between الانسدنت light ray والنورمال وده الانجل between الreflected light ray والنورمال يعني اللي اتنين definition بتوع الانسدنت light ray والreflected light ray زي بعض الفرق ما بينهم كلمة واللتنين definition بتوع الانجل of incident والانجل of reflection نفس definition الفرق ما بينهم كلمة طب وإيه النورمال ده ده باين من اسمه ده line perpendicular على طالع منين بالزبط من النقطة اللي وقع فيها اللي هي point of الحدوتة دي عرفتني ايه عرفتني too low لو صغنن ولو طويل والصغنن كالعادة القصير يقعد قدام فبقى القصير ده هو بيقول ايه بيقول طالفة حلاق الانجل دي تغيرت وبقت زيها بيقول لي ان الانجل of incidence كل مرة equal الانجل of reflection يعني لو دي بثيرتي دي بثيرتي برضو طب لو دي بفورتي دي برضو بفورتي طب دي بقت بسكستي دي بسكستي وبيجي لنا مسائل في الحدوتة دي هنشرحها برضو النهار طيب وتاني لو بقى بيقول لي ايه تاني لو بيقول لي ان الانسدنت light ray ده والreflected light ray اللي هو ده والline perpendicular اللي هما ده كل دول موجودين على نفس البلين على نفس المستوى كده وكلهم perpendicular على reflecting surface لا مش فاهم حاجة معنى الكلام ده ان لو الميرور بتاعتك كده والlight ray جي كده حيرجع كده من نفس الpoint دي وفي نفس البلين في نفس المستوى يعني صورت حضرتك وانت واقف هتشوفها عادل كده قدامك ولا هتبص لتحت في المراية عشان تشوف نفسك ولا هتبص لفوق عشان تشوف نفسك الامج بتاعتك قدامك على طول بالملي هو ده الانسدنت light ray والreflected light ray والنورمال التلاتة في one plane perpendicular على reflecting surface كلام ده احنا قلناه قبل كده بس نقوله تاني علشان هو ده اللي هيكمل معانا في listen mirror بعد كده لقينا ان mirrors اللي حوالينا ممكن نقسمها ل two main types الطيب الاولاني اللي احنا بنشوفه كتير قوي في حياتنا اللي هو plan mirror اللي موجود فوق الحود عندنا في الطويلت واللي موجود في البوفي واللي موجود على التسريحة واللي موجود على الجزامة كل الحاجات دي اللي موجود في اغلب المحلات اللي موجود في غرفة الملابس في المحلات علشان نشوف شكلنا فيها كل دي plan mirror plan mirror دي على فكرة اكيد منكو البنات طبعا وكسروا المرايات السغنانة اللي بتتحط في الشنطة دي لقاها في الاخر هي piece of plan glass هي ازازة عادية خالص لكن من وراء كده من ظهرها كده painted بطبقة من السيلفر هي دي اللي بتديها بتاعها وتخليها shiny قوي وتعرف تديك الامج واضح يعني ممكن انت حضرتك تعمل لنا plan mirror سغنانة كده بفكرة جميلة تستلف من ماما حتة المين يمشيت جميلة كده وتحطها ورا plan mirror وتفردها كويس حتديك على فكرة حلوة قوي ساعات برضو لما نروح عند تيتا وجده او اي حد عنده مرايات قديمة قوي تلاقي ساعات المراية من ورا بين كده لونها gray لونها رمادي غامق كده تقعد انت طبعا كالعادة زي ما عادتنا لازم نبوز اي حاجة تقعد تقشر في البتاع دي في الحتة gray دي لما تيجي بقى تبص من ناحية تانية من الميرور تلاقي الحتة اللي انت قشرتها دي بينك انها جلاس عادي جدا ازاز ما فيهوش اي حاجة يعني دي عبارة عن حتة جلاس ومعمول لها من ورا من السيلفر ليه علشان تديها ده اللي حيعرف يعملك كتير فتديك الامج اوضح بدليل ان احنا ساعات لو بصينا في ازاز بتاع الشباك بتاعنا وهو مقفول نشوف صورتنا مع انه ازاز عادي تبص على 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 بصين كده واقف ومحدش نزل في البصين زي لما الدنيا اتبرت كده وتلاقي البصين موجود بس محدش نازل تبص في المية كده تلاقي بتاعتك حقيقي اي يبقى قوي كده يدينا بتاعتنا يدينا بس عشان نوضح اكتر ان دي عايزان يستخدمها ان انا نشوف فيها شكلي مثلا في البيت فمش هعود ادقى انا عايز حاجة واضحة فحطينا فيها طيب ايه اللي تكوناتلي من هما تعالوا نقولهم الاول ونشرحهم وقنعك بيهم واحدة واحدة اول حاجة دي بتطلع تاني حاجة تالت حاجة انا مش فهم ولا حاجة الاماء بتاعتك دي حقيقة انت وحضرتك واقف في الميرور كده واقف ادام الميرور بتاعتك راست فوق ورجلك تحت الامج بتاعتك زيك بالزبط راسك فوق ورجلك تحت الامج بتاعتك في الميرور مش بتبين بالعكس مش بتبين رجلك هي اللي فوق وراست تحت تاني حاجة لو حضرتك طويل حبان في البلان ميرور طويل لو حضرتك قصير حبان قصير هي بتديك equal في size الامج بتاعتك في الميرور هو حضرتك في الحقيقة طيب ايه بقى حكاية laterally inverted اللي شطر منكم في الانجلش يعرف ان كلمة inverted opposite للupright ازاي بقى upright و inverted في نفس الوقت اهو علشان الكلمة دي لو حتقول لي inverted بس حقولك عليها غلط لكن لازم تقول لي laterally inverted مستخسر ومش عايز تقول كلمتين قل لي كلمة واحدة بس اللي هي reversal يعني ايه الكلام ده laterally inverted يعني مقلوبة يمنها شمال وشمالها يمين يعني جرب دلوقتي كده هات ورقة واكتب فيها حرف البي capital كده كبير او حتى بي سمول مهم لو كتبته كبير كده وبصيت في الورقة دي بس من خلال ميرور كده يعني جبت الميرور ودي الورقة هي مكتوب عليه وبصيت من الميرور هنا علشان تشوف الورقة هتلاقي اللتر ده مكتوب بالشكل ده وحتلاقي لو هو بي سمول سبحان الله بقى دي سمول الحدوتة دي حصلت ازاي حصلت علشان البلان ميرور بتعمل لنا الامج لاترالي انفرتد يعني ريفيرسد يعني منها شمال وشمالها يمين يبقى كلمة انفرتد بس من غير لاترالي انفرتد معناها ان الامج حتطلع لك عكس ما انت واقف يعني انت واقف عادي كده راسك فوق رجلك تحت تطلع الامج رجلك هي اللي فوق راسك اللي تحت وده ما حصلش علشان كده تقول لي upright وتقول لي laterally inverted مش inverted بس او قلنا لو عايز نقول كلمة واحدة نقول كلمة reversed رابع حاجة من ال properties of image انها بتطلع virtual يعني ايه ميس virtual يعني حضرتك الامج هتشوفها خلال الليسون ده والليسون اللي جاي ان في حاجة اسمها virtual image وحاجة اسمها real image ال virtual image دي اللي ما ينفعش تاخدها على screen لا مش فاهم حاجة ده كلنا دخلنا سينما قبل كده اللي دخل منكو سينما والنور منور بتاع الصالة قبل ما يشغلوا الفيلم لاقي في حيطة كده كبيرة وعليها وماشى بيضة كبيرة اوي مفيش ولا شاشة ولا تلفزيون كبير زي ما متخيلين ولا حاجة وبعدين لما نقعد نلاقيهم طفوا نور وفيه كده بروجكتور ورانا احنا ما كان ما قاعدين والبروجكتور ده يشتغل يقوم طلع لي الامج بتاعت الفيلم سواء بقى فيلم كارتون او فيلم عربي فيلم اجنبي ايا كان الفيلم يعني طلعت الامج بتاعته وتعرضتلي على القماشة البيضة الكبيرة اللي كانت موجودة اهي الحدوتة اللي حكيناها دي دي الريل امج هي الامج اللي كان بي ريسيفد اون سكرين اللي اعرف او انزلها على سكرين تقدر تعمل الحدوتة بتاعت القماشة البيضة دي مع اللي عندك في البيت لا يمس انا لو حطيت قماشة بيضة ورا الميرور مش هتديني حاجة مش هيبان لي حاجة بالزبط كده دي يعني ايه يعني كانت بي ريسيفد اون سكرين طب نكمل كلامنا الديستانس ما بين الابجيكت اللي هو حضرتك مثلا والميرور ايك وال الديستانس ما بين الامج والميرور مش فهم حاجة يعني لو جنابك بعيد عن الميرور هتطلع الامج بتاعتك بعيد علشان كده لما تبقى عايز تشوف حاجة حبية طلعة في وشك ولا حاجة تقوم مقرب قوي من الميرور ليه علشان صورتك تقرب برضو فتشوفها اوضح نفس الفكرة اللي كنا بنقولها فوق ان الستريت لاين اللي جوين الامج بالابجيكت بتاعك هتطلع تعالي نحكي الحدوتة بقى على رسمة عشان يبقى الشكل اوضح ايه دي مسلا علبة الدواء دي وادي الميرور وانا شايفاها تاني كأنها هنا طيب لقيت ايه لقيت الديستانس دي قد الديستانس دي كل ما قرب علبة الدواء الامج بتاعتها كأنها بتقرب وما بعدها الامج برضو كأنها بتبعد طيب لو انا هنا هو ودي الامج اهي وحرسم ما بين دي ودي لقيت ان الستريت لاين ده واقع بين دي كلر على الميرور وده يوضح لك ايه ان لو انت واقف كده قدام الميرور بالشكل ده الامج بتاعتك بتطلع هنا بالزبط وده حقيقي انت لما تيجي تبص على نفسك بتبص على طول كده مش بترفع راسك فوق ولا بتنزل بصرك بتحت انت الصورة بتاعتك طلعه قدامك بالزبط وده يأكد لنا ان اللايت ري فعلا ده على الميرور لو رسمنا ما بين الابجيكت والامج بتاعته في يطلع الستريت لاين ده على الميرور دول بتاعت البلان ميرور تقدر تجربهم دلوقتي في اي عندك في البيت الشكل بقى من بيجيلي ازاي فحددت البلان ميرور يجيلي بالشكل اللي قدامك ده يجي يحكيلي قادي قولي بقى الانجل بتاعت الرفليكشن ارسمها لي وتطلع ايك والكين انا هركز في حيك دي تيرتي فايف يبقى اكيد اللايت ري تاني لنفس الانجل تيرتي فايف طيب ايه اميس خلاص دي سكست يبقى دي بسكست خلاص الرفليكتت لايت ري طلعت بسكست هقولك غلط طبعا لاي اميس علشان هنا هو مش مديك الانسيدانت لايت ري دي الانسيدانت لايت ري هو مديك الانجل اللي جنب الانسيدانت لايت ري طب وانا اجيب الانسيدانت لايت ري والله احنا عارفين ان دي كلها كده بناينتي لان ده النورمال بربنديكولر على البلان ميرور لو ده كلها بناينتي والحتة دي الديهاني بسكستي يبقى لانا عايزاها ناينتي ماينس سكستي ايكوال ثيرتي ديجري دي بقى اللي اسمها ودي برضو اللي ايكوال للرفلكتد اللي تطلع برضو بثيرتي طب والكيس الغريبة دي ايه دا يمس فين النورمال ماهو النورمال بربنديكولر واللايت ري وقع برضو بربنديكولر فكر كده بعقلك ايدي دي كانت بثيرتي فايف اللي تري دا بقى قاعد يمشي كده 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 تخيل كده ماشي ثيرتي فور ثيرتي ثري ثيرتي تو ثيرتي لغاية ما وقع بالزبط على النورمال يعني وقع بربنديكولر على الرفلكتنج سورفز ساعتها الانجل ايكوال زيرو ودي كيس مهمة قوي لانا هيجيلي فيها جيف ريزون وات هابن واتشوز هيجي يقول لي ايه اللي هيحصل في اللايت ري لو فول بربنديكولر على بلاي ميرر ساعتها هقول له اللايت ري دا رفلكت اون ايتي سلف الانجل اوف انسرنت ايكوال الانجل اوف رفلكتد ايكوال زيرو ما عنديش انجل اصلا الانجل اختفت ما بقتش موجودة لان اللايت ري وقع كأنه النورمال بالزبط بكده حبيبي ان يكون خلصنا زكروها كويس لغاية ما ينزل لكم الفيديو التاني بتاعة الاسفيريكال ميرر وازاي نقدر نرسم الرسمات بتاعة الميرر دي من غير ما نحفظها خالص ذكروا كويس واتمنى لكم كل التوفيق ترجمة نانسي قنقر